السلام عليكم ورحمة الله هذا هو هاني إسماعيل من بلانيجنير وابسايد مرحباً في هذه السيشنة عن تحويل المنظمة فيما سنتحدث بعض الأهمية المهمة بالتحويل اليوم سنتحدث المختلفة بين تحويل المنظمة والتحويل وقال تحويل المنظمة مثل إحوال المنظمة والتحويل المشهد والأخذات المستوى علامة التحويل المضحين وبدء ممتع بل年的 الخطوات المحددة أنه يهمًا بشكلهاد بين تحويل الحدث ومنع التحويل والتحويل أني تحويل المشهد المهمة مع تحويل المختلفة تحويل المجلس يمكنك إدارة من تحويل الموظ Chengit يقدمون معك لأقود من أغاية المشهد ومعنى مجتمعات ومعنى مجتمعات مع المجتمعات التجارية سنرى كلهم الآن فقط لك تعرف ما هي المختلفة بينهم معرفة المختلفة يساعد أن تحكم مجتمعاتهم مفيدة لتحصل على المجتمعات المتحدة ما هو مجتمع؟ مجتمع هو مجتمع من مجتمعات موضوعات التي يحكمن معاً بطريقة موضوعية النموة هو مجتمع الموضوعات ومعنى موضوعات المتحدة التي لم يكن المفيدة لو كان المشكلة من الامر مثالة أغرباء فاستنظر مجتمعات المتحدة في المنزل هذا هو مجتمع يمع البناء وحديات وراثمية على المجتمعات المتحدة ومعنى مستقبعات موضوعات المتحدة لذا يمكن أن كل هذه مجتمعات موضوعية للمجتمع إذا أحد هذه المشاركات لا تكون قمت بها فهي يعني أننا المشاركة لا تكون قمت بها هذا لذلك نمتع البرجهات المشاركة في محدود عندما يتصل إلى المشاركة مشاركة 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 مشاركة، مصمتعات ممتعات ومعارضة كجمع لتحصل على منطقات الطريقة الفيديو those are designed to prioritize resources and manage risks across all the portfolio for example we have here dubai portfolio dubai portfolio includes all the construction projects in dubai maybe for one company or maybe for the government we can divide this big picture of the portfolio into programs so we have infrastructure projects this is a program قريبا من هناك وضعها نديه منيجات منذين نديه لنطلق ، ميطر ، ونطلق ثم نديه عملية الرسائل نديه ومع نفط نديه آر أو مهلا فاعله لا يهمه هناك أشياء جديد لتحصل على بعض الأمور هذا هو نفسنا في نفسنا 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 أو ربما تكون سيئة جديدة لا يهمنا حتى كل شيء ستكون مدد إذا كان لدينا بعض المساوات يمكنني التحديد من المساوات في نفسنا يمكنني تحديد بعض المساوات من الإنفراجية ومعها هنا ثم أعلم عندما ستكون هذا المترجم بإن JIOr من هذا التواصل نضغط هنا هذا الذي يشترك why me-m i recommend to use the portafolio and the program in this way to customize projects focus on delivering a specific product service or result programs are group of related projects and portfolios so here we can have a portfolio and underneath the portfolio we have several programs or we can have also under the portfolio يمكننا أن نكون الجميع ألمالية. هذه هي فقط الموضوع الثاني الذي يحتاج إلى أن تكون تكلمت على التموية المنفقات التي تستخدمنا. الآن سوف نتحدث عن الأقلاء. الأقلاء. الأقلاء هم أي شخص يمكن أن يتحدث من إجراءة أو إجراءة بجميع إجراءة من إجراءة المنفقات. أمور المشاركة نصف نظام نظام نظامي للإجابة للعمل. الوزن يمكنك أن تضغط الأمور المشاركة والمواجد. تمكنك تجنع لأنني قوالي أموري بأسجابي لمنع المشاركين. هل تعلمت أنك تشترك في المشاركات؟ اممتلكت بشأن المشاركات في المدينة؟ أو لكل أسرع من ما يرى في المشاركية في المدينة. سنطند مج Haben The effective stakeholder management استمرار كثيراً وجد 아이� regardez أولين لتحقيقه الوضع يمكن profitable اخوات الوضع ثم الع Jur sexy وقال نولد المدعار في المدعات هنا وجده من فقد تكون بروع إلى في العدل ومن ثم الوصول يمكنك من الوصول من الوصول إلى المعارض لذا IF there are any stakeholders with low interest and low power We just keep monitoring with minimum efforts No need to take a lot of action If the interest of the stakeholder is high However the power is low So we'll keep these stakeholders informed Like you are constructing a bridge in a city You can put a sign that this bridge will be completed by this date ان في هذا الوقت يجعلهم you can povar their stockholders celebrating in this project because they are using it daily but they have no power in order to avoid any delays or any problems from these stakeholders it is enough to keep them informed however if you have a low interest stockholder with high power you Keep them satisfied so if they have some comments you should ا patience نقوم بمساعدين Saw you should follow regulations for the municipality or whatever They might not be very interested in your project But they have very high power And the most important stakeholders who have high interest And high power this you should engage closely and keep monitoring them This is very important They can stop your projects They can change your projects they can do لذلك وعند نحن نفس التعليق المداعين ثم نستطيع التعليقات مع 정وم القادمة من التدريد المثال على التعليقات للتعليقات المتدرودة ومنطقت ثم تحدثo المتدرودين regardless سوف تتعليقاتهم من تركهم أو يتعليقاتهم من الوصفة لتعليقاتك بما تفعله من تقليقاتهم والمتدرودة و قوة. في المركز حيث أكبر أي نيز، س tehكتش وقضف بإ трудادات الأ Lamborghini. كثير من تلك أين تقدر ص chains para المركز typically disponible للمشاهد من الحقب والساقب الذي يفضل إinski وقضي. ننمy بالكثير من يتعدي من هنب Kampf . وبنبدًا التشرك , اليوم التشرك . التشرك Charta هي نخصنا Journalية قواعد عن مركز الجي zaقف النبغ و Natürlich يشهره ومع cutting team، وعادة من الصباح والمستوى الظواف الاسم. تتحرك على حظة خطة، ومعطبة أدعم الحظة لكم فإن شديد الضغط على خارقة المستوى للتنظر. يجب أن أواصف تقول المدرسة الواقع. سأعرف ما أنه ما mae ما سيظهر ؟ في شيء يخبرك ما هو المتفجد، ما ليه في المتفجد، المصاربات، المستقبلات، ومع lite طويلات. تنوي أن تعرف المدرسة الواقع، وأنه هناك طول المدرسة الواقع، يمكنكها أن يكون 1-2 ممارMER لا شيء أخر Structure the Organization Breakdown vs The Organization Chart هناك أيضا من الفرق Chill一点 بينp بعد Structure The Organization Breakdown أو OPS و The Organization Chart يملكون مختلفين OPS تنountain تشركوا في الجنة ليس بحقناalities ، كيف عشان pea تغفرحوا عن نفس الموضوع هاتفات الآخرية عظموا hi饵Station tive الإنتابetramiento وكيف عشانه لازمو الناس إذا كنت تحدث عن اختبار مشروحين لكن في بسرعة ، هاتفات الآخر هي حظ الصڈوي في عشق هاتفات الآخرية حيث ي apron from people إذا كنتhã فlooking غ spices الإنتابر lung كثيرا standing by the organization breakdown structure or OBS, provides a hierarchical view of the organization based on function. It helped identifying the rules and responsibilities within the project. For example, the project manager, SCE manager and construction manager. The structure is important for assigning project tasks and responsibilities effectively. Here we have the organization breakdown structure. We have the general manager. Then we have financial manager. الحر ونوارج الوصف العملية ، حتى تكون هناك جميع المهمة للسيطة الوصفة ، لتنظر ان تكون الأشخاص في الوصفة التنظرين تظهرون من يؤتد من يؤدي إلى أحده لذلك في الوصفة الوصفة ، نتحدث أن هذا هو قسم يؤدي إلى هذا وأن هذا قسم يؤدي إلى هذا قسم لذلك يكون لديه حكوش ، لكن كل يؤدي من الناس من يؤدي إلى أحده لن أرغب مرحباً لكي أترى شيئاً هنا في الأرغنزاع المخصص، يمكنك إضافة من القناة أو بلد. يمكنك إضافة هنا wondering how this is top management, then you can say a financial department, HR department, construction projects, so you can identify also the organization breakdown structure per departments. While here, in the organizational chart, you should specify the person. وإذا لم تكن لديه الناس، دعونا أنك في البداية من المشكلة ولم تنظر كل شخص yet لذلك تضع المشكلة ومن ثم تضع المشكلة سوف نتحدث الآن عن شيئا جديد، أعتقد أنك رأيك 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 إنه طول يستخدم لتنظر المشكلة والتعامل في المشكلة إنه تنظر من المشكلة، المساعدة، المساعدة، ومعرفة هذا من هنا، هذا ينزر المشكلة لتنظر المشكلة هذا هو المشكلة، المساعدة، المساعدة، المساعدة تستخدم رأيك 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 رأيك، يساعد أن يتم تحرير المشكلة ومن ثم يفعل أن كل شخص تعرفهم سأعطيك أثناء مثلاً عن هذا دعونا نبدأ مع أثناء مثلاً نحن نقل عملنا بإمكاني نصف ملعفة إذاً، من يجعل الملعفة؟ أمي سأفعل الملعفة، لذلك أنها ملعفة ولكن هذا ملعفة لأنه إذا لم يتم تحرير المشكلة في الوقت رأيك 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 أو شيئاً إذا لم يتم تحرير المشكلة، لذلك أنه ملعفة الناس التي ستحرير المشكلة إذا كان ملعفة لذلك أنه ملعفة لذلك أنه ملعفة لذلك أنه ملعفة أكثر من ملعفة أعطيك أحدث نحن نفعل المشكلة لذلك أنه ملعفة المشكلة أكثر من أعطيك إذا كان شيئاً هنا سيذهب إلى المشكلة ويذهب إلى المشكلة لأنه ملعفة ويذهب إلى المشكلة من المشكلة على المشكلة من المشكلة يمكن أن تسأل المشكلة إذا فعل شيئا محقا لذلك يجب أن تبحث عن مكان ما تبحث عن المساعدة والمساعدة سأعطيك أكثر مثالية حسنًا لذلك نفكر عن من يمكن أن يكون المساعدة والمساعدة والمساعدة لكي تفهم الأفضل بينهم لذلك تفهم المساعدة في المنطقة من يجب أن يكون المساعدة؟ منطقق أو فرصة عرضة أو فرصة عرضة أو فرصة عرضة أو فرصة العربية تفهم هذا تفهم المساعدة الوقت تخصف المساعدة في المجال تجد مبحث مع الرئيس والعوضة للغاية تفهم الأفضل وخارجات عهدي ومعطيات المساعدة تحكم الوقت من كل هذا يمكنك أن تفهم وإلى كم تكون المساعدة والمساعدة وهذا مهم جدًا لأنه إذا كان هذه المترقية جدًا للجميع لن يحدث لن يكون هناك دعني أريد أن أعطيكم هذا العمل المساعدة على المساعدة هي المساعدة من المساعدة ولكنه المساعدة المساعدة لأنه إذا فعل شيئًا في المساعدة سيكون يسأل ماذا يحدث العمل المساعدات هي المساعدة على المساعدة وفعل بيضًا I'm telling supervised concrete work on site another example create the project time schedule who is responsible the planning engineer who is accountable the project manager who is consulted the planning engineer could ask the construction engineer about something in the project time schedule so in that case the construction engineer is consulted attending meeting with the ceo and top management is the responsibility of the project manager and he might inform the construction engineer and the planning engineer create weekly and monthly report this is a responsibility of the planning engineer however if something wrong in the weekly report the project manager will be asking why you didn't complete this on time why you are late here what has happened and the construction engineer could be informed that this is our progress this is our plan in that case control time sheet is the responsibility of the human resource officer and in that case the construction engineer could be the accountable because the project manager might ask the construction engineer what has happened why we have too many absent people today and whoever the responsible can can inform the project manager or anyone else about his task so the project manager can be informed about the control time sheet so the question is is this fixed so now i cannot change this one definitely not this is something need to be done at the beginning of the project so everyone will know the responsibility accountability of any task so i know that i'm responsible for this task so i'm going to do it by myself or i am accountable for this task so i will follow up with my colleagues to be sure that the task was created in very good way i hope this session helped you clarify some important terms related to the initiation phase and project management see you in the initiation phase and project management see you in the next lesson